الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صيام الفرض وصيام رمضان يجب أن يصام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ خرج بهذا الصغير قادر على الصيام خرج بهذا العاجز عن الصيام إما لكبر السن أو لمرض مستوطن غير مسافر وتزيد المرأة بأن تخلو من الحيض والنفاس لا يكون عندها لا حيض ولا نفاس نعم وعندنا صيام نافلة مثل صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع